تمكنت طهران ودمشق والسول من إفشال مشروع معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية في الأمم المتحدة معتبرين أن المعاهدة تجعل الدول المستوردة تخضع لإملاءات الدول المصدرة وأنه يمكن التلاعب بهذه المعاهدة سياسية فيما احتجت سوريا على عدم تطرق المعاهدة صراحة إلى التجارة غير الشرعية للسلاح التقليدي الذي يدعم الإرهاب يجد وفد بلادي نفسه مضطرا بعد استنفاذ كافة طرق الإقناع والحوار إلى تسجيل اعتراضه على المقرر وعلى نص المعاهدة المرفق به وبعد أن أكدت الدول الثلاث رفضها أعلن رئيس المؤتمر الأممي بيتر وولكوت أنه ليس ثمت إجماع على إقرار نص المعاهدة وفيما حاولت بعض الدول من أفريقيا وأمريكا الجنوبية العمل على إقرار المعاهدة من دون موافقة الدول الثلاث تدخلت روسيا مؤكدة على ضرورة تنفيذ القانون فيما خص الموافقة على المعاهدات بالإجماع أما بريطانيا وعدد من الدول الغربية فقد اعتبرت أن المعاهدة سيتم إقرارها في أول اجتماع للجمعية العمومية واعتبرت المندوبة البريطانية أن ما حصل ليس فشلا بل نجاح تم تأجيله وتطالب الكثير من دول العالم بتنظيم شروط وتشريعات تسويق الأسلحة التقليدية في العالم للحد من الحروب والنزاعات المسلحة ترجمة نانسي قنقر